سماء سوريا لا تهتأ غارات تلو الغارات باتت تستهدف مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية التي نقلت نشاطها إلى البلاد منذ عام 2012 لدعم النظام السوري لقمع الثورة التي هددت طموحات الطرفين لم تمضي ساعات على قصفين استهدف مواقع ميليشيا حزب الله في درعا جنوبي البلاد حتى تجدد القصف السيوني على الميليشيات في معسكر الحسن بن الهيثم الواقع على طريق حمص تادمور والذي اتخذته الميليشيات مركزا لتخزين الصواريخ والذخيرة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا القصف المتكرر جاء نتيجة نفوذ الميليشيات الموالية لإيران الحشد من جهة وميليشيا حزب الله من جهة الذي توسع بشكل مضطرد في سوريا ليشهد أكثر من مرة تحديا على الحدود السورية واللبنانية كان آخرها ظهور القيادي بالميليشيا الحاج هاشم برفقة قائد الفيلق الأول التابع للنظام السوري اللواء علي أحمد سعد الأمر الذي اعتبره الكيان الصيوني تحديا له ومع تزايد أعداد القتلى والخسائر يبدو من هذا القصف المكثف لمواقع الميليشيات الطائفية والحرس الثوري في سوريا أن الكيان الصيوني قد بدأ فعلا بتنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تعهد بمجبها بطرد كل الميليشيات الموالية من كل الأراضي السورية والتي تأتي تزامنا مع استراتيجية أمريكية وجهت ضربة قاصمة لإيران في العراق عبر قتل أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني الذي كان قادم للعراق حينها بعد زيارة قام بها إلى لبنان في سوريا هذه الضربات السريعة يمكن أن تقرأ من زاوية أخرى تصل بحسب صحيفة نيويورك تايمز لأن يكون متفقا عليها سلفا بين الطرفين حيث تشير الصحيفة إلى أن تل أبيب شنت عدة غارات في عام 2019 دمرت من خلالها مقرات ومخازن للميليشيا كانت متأكدة فيها أنها كانت خالية تماما ولفتت نيويورك تايمز إلى أن ميليشيا حزب الله تجنبت هي أيضا قتل جنود الاحتلال طوال السنوات الماضية